أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الثانية من تاريخ جبل نفوسة الحلقة هذه مخصصينها لجيولوجيا الجبل يعني التكوين لول ليه كيف الجبل هذا تطلع للوجود وعلاش التراب هذا أحمر والتاني رشاد والتالت رخام والربع جبس وغيرها باش نكونوا يعني واضحين أني مش جيولوجي ولا دراس لي تمتلي بأي صلة لعالم الجيولوجيا ولكن من باب حب المعرفة قرأت كتابات هلبة ومقالات وغيرها علمية يعني الحقيقة مشي شوية عن التكوينات الصخرية والتحولات الجيولوجية والمرفوجيولوجية والآخره اللي جبل نفوسها في آخر الحلقة حنبين بعض المراجع المهمة والشخصيات اللي عونتني بالحلقة هذه وقبل ما نبدأ خلي نختاروا الفايز من اللي يشاركوا معنا في الحلقة اللي فاتت واتبعوا الخطوات اللي قلنا لهم عليها باش نعرفوا عرفتوا كيف باش نعرفوا شكون اللي فاز معنا الحلقة هذه وهذه ندير فيها هي قدامكم نطلعوا منها اسم الفايز والله ما درت أي شنس ماهي قبلها درت الوراقي هيكي بالطريقة هذه وجمت ورقة من الوراقي اللي فاستها باش نعرفوا كيف خلي ما نذكرش الاسم متاع الفايزة ولا الفايز لعند في وسط الحلقة هكي نذكرهم باش نخليكم تتفرجوا معاي الحلقة كاملة به ممكن الجزئية تكون في الوسط ممكن تطلع في الاخير المهم هنجيب الورقة من جديد ونتكلموا عليه الفايز على فكرة كانك مش مش مشارك في صفحتي دير سبسكرايب واضغط الجرس باش توصلك كل حلقة جديدة وما تنساجد دير لايك وكان خاطرك حط تعليق كويس وحنختارهم من المسجلين في صفحتي في يوتوب مش في الفايسبوك فائز تكتبل فيه الشروط من تسجيل وضغط وجرس وتعليق ونعطوه هدية من مؤسسة التوالد الثقافية في الحلقة الجاية والحلقة هذه زي ما قلنا اخترنا الاسم ونعطوه جايدا خلوا نخشفوا الموضوع مباشرة أنا عندي ثلاثة رشادات الرشادة هادي شوفوا فيها مخنشبة وكيف مضربة من كل تركينا الرشادة هادي اللي التكوين متاعها مازال مش كامل فهات خنشبات لكن مش مدورة تدويرها كاملة والرشادة هادي اللي مدورة واللي اكتركم متأكد غير بمجرد ما يشوفوها يعرفوا انه عدم الرشادة متوفر هلبة في الجبل هذه الرشادة كيف وسطه ولت متكركبة ومدورة بالطريقة هادي يعني بجديات متقنة تقول مديرينها في ماكينة هذا النوع الرشاد المكركب تلقوه ديما طبعا في نهاية الوادي مع مجموعة كبيرة من الرشاد المكركب بنفس التكركبة ومرات على فكرة الوادي يكون جاف ومرات مردوم وغيرها بس المهم يكون يا اما وادي نهر مجرى الى اخره بها اول سؤال ينقال منين جاي رشاد هادي علاش الرشاد هادي مدور بالطريقة هادي ولا فكرة نسموه فيه اضغة بالعمازيغية تبدأ زي ما قلنا برشادة مخنشبة بالطريقة هادي واللي احيانا تكون حتى حادة يعني ولكن بعد الاف السنين الرشادة تولي بالطريقة هادي لمكركب كيف ولت مكركب هذا هو بالحقيقة لو كان نفسره التفسير متاع رشادة هادي ونعرفه منين جد نعرفه شان هو علم الجيولوجيا جيولوجيا الدراسة طبقات الارض والتكونات والجبال والانهار والعودية والآخره وكيف تكونت با علاشة نعطي لكم المثال هذا لان بجديات هذا يشرح لنا كل الاشياء اللي تصير من كبيرة وصغيرة في الجيولوجيا تصير في الرشادة هادي يا سيدي هادي تبدأ وتطيح شقفة من نهاية جبل من صخرة كبيرة هلبة وتطيح بعد ما تطيح تمشي تتكركب في جهة الوادي وعالوقت جي من سحبة من امكانها وتمشي لمكان تاني تنزل الوادي ومن الوادي تنزل من فوق وتنزل وتنزل لعن ما تنزل لطا لأزغار او الجفارة والتكسيره لو لا كنت تكون اي حاجة يعني زلزال حد مشي عليها اي حاجة صارت فيها اهنيت كاركيب هاده شين يصير الرشادة هادي الدور وتقعد الدور 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 تقنجبوا هادي خير مثال لان هادي ما زالت مادرتش تدويرها كاملة الدور وتقعد الدور 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 وتحتك برشادات تانية وتقع تضرب فيها ويضربوا فيها وبالمية طبعاً تمرها وتدور وتمشي وتدور 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 في كل مرة يصير فيها كاصل صغير يصير فيها زي ما تقولوا حكة هكي صغيرة وتحتك وتندروا بشوية بشوية وتقدر تتخيلوا معاي مع ألاف السنين ما تنزل بالشكل هذا من الجبل وتوصل في الوادي حتى توصل بنهاية الوادي حتى توصل بهذا الشكل فهذه العملية اللي تصير للرشادة من فوق وتنزل للوطة وشين يصطيح منها من حتى تيب وكيف تتدور بالطريقة هادي هادي هي الطريقة اللي تكونت بها أغلب الأشياء في الطبيعة وحن تكلمونها مرات زي ما قلنا توصل لعقود أو قرون حتى توصل بالشكل هادي يعني لم تدور والصخور طبعاً أنواع رملية وصخور جيرية وهذه طبعاً الجيرية متكونة بأسباب المالح والصخور الجمرية عفواً الصخور الرملية هادي تكون قارة وطبعاً فيه صخور بركانية وهذه حتى هي بنجوها بعدين كل هذه الأنواع موجودة في جبال نفوسة غير هذه الأخيرة البركانية اللي أمي تستخدم فيها على فكرة في المزدة وهذه حنجوها نادرة جداً وهذه تجينا في يفرن من مناطق في غريان محددة منطقة غريان بالذات محددة نحن حقيقةً مش في حصة جيولوجيا غير لمحة عامة على التكوين الجيولوجي لجبل بها مش الرشادة تكورت وولت مدورة بسبب الضرب يعني الطريقة الحركة اللي تصير فيها في الوادي وتدفق الماء وغيرها من عالي الجبل إلى الأسفل هذيك الحصوات اللي طاحت من الرشادة هادي ومرشادات هالبتانيات وولت صغيرة رقيقة بسبب التفاعل هذا والضربة اللي تنضرب فيه هي نازلة هذة وولت رملة الرملة هادي ونمشت هي القزة اللي نشوفه فيها في قاع الوادي أو لحواجم تاعها الملاحظات هادي من قبل علماء الجيولوجيا والتسلسل منطقي اللي صار للرشادة باش يوصلنا شكلها هذا هو زي ما قلنا هو عين علم الجيولوجيا اللي قايم على الملاحظة والتفسير المنطقي والعلمي للظواهر الطبيعية هذا العلم غالبا يقوم على زي ما قلنا الملاحظة والتفسيرات الأشياء صارت من ملايين السنين لكن من نتائجهم من نتائج اللي وصلتها الأشياء نعرفوا كيف صاروا با السؤال الأهم من هذا كله واللي لازم نوصلوله هو الجبل هذا كله طبعا هادي حاجة حجرة من جبل الجبل كله كيف تكون الجبل كله كيف تكون باش نتكلم على المرتفعات جب النفوسة بنضطر نتكلم على تونس لأن الجغرافيا والجبال والسهوب ما تعرفش حدود سياسية في الواقع جب النفوسة الاسم ينتهي صحيح في وازن بحكم السكاني اللي أعطوها هذا الاسم ولكن الجبل نفوسة ما يوقفش أو هضبات أو مرتفعات نفوسة ما توقفش بل تستمر حتى توصل لحدود قابس ويتعرج في الجنوب عليه تطاوين ويستمر لعند جبل دمر ويدخل الحدود الليبية الحديثة ويستمر على شكل هلال يدور على طرابلس زي ما قلنا المرة الفاتت أكثر من خمسمائة كيلو متر وعليه مدن الساحل حتى يوصل الساحل الغربي في النقازة في منطقة الخمس اليوم ولكن هذا الجبل كيف تكون وقامتها وشن مكوناتها أهنين بيكم تفكروا معاي كل ما تشوفوا ظاهرة طبيعية في الجبل مع التأمل في خلق الله تتأملوا حتى في جمال وعظمة هذه الجبل وكيف تكونت وشن فيها من خيرات الجبال تتكون في الغالب بعدد عوامل لكن نقدروا نختصرها في ثلاثة عوامل مهمة في الأصل الأرض كانت مسطحة ويعني أسخار جفارة وبعدين تطلع الجبال ولكن طلعتهم تحتاج لماليين طبعا من السنين علماء الجيولوجيا يحصروا الجبال وظهورها على ثلاثة أسباب رئيسية إما بالبراكين اللي تراكمت الحمام متاعها فوق بعضها وتكونت الجبال والبراكين هذه موجودة أصلا الحمام في قاع الأرض ولما تلقى فجوة تطلع منها وتقعد تنطلق وتضرب على بعضها وتضرب على بعضها مع الوقت تتكون جبال وهذه في الغالبا جبال مخروطية صخرية صلبة ويكون عليها كذلك أراضي زراعية خصبة يعني منتصبة في نقطة معينة في الوسط وزي البازين وبشكل واضح ومعلوم وهذا مش الشكل يتشكل به جبن نفسها بتاتاً ولو فيه براكين خامدة في جبل نفسها مثلاً في ناحية غريان من ملايين سنان ومنها نجيبه هذا النوع من الرشاد الذي نستخدمه فيه في تنحية الصوف متاع المزدة تامشيمت أو تامشيمت من الحولي وهذا جداً ناذر هذا النوع من الرشاد يستخدمه فيه حتى على فكرة الحكام متاع الجلد والآخرية وهنا تلقوا فيه فجوات هلبة بسبب الحمم البوركانية لما تخش يخش فيها هوا هلبة ويكون فقاعات والفقاعات هذه هي الانسخة مفاحنية في الحكام وعلى فكرة زي ما قلت هذه نادرة جداً ما نلقوهاش في المناطق الثانية أكثر ما نلقوه فيها في غريان ولو كان يلقوه قطع شضايا متشضية فيه مناطق أخرى في الجبل ومن المؤكد أن مرتفعات نفسها مش هرسوبات البراكين إذن قعد عندنا نظريتين تانية في أسباب التكوين الأولى وهي إما الاحتكاك أو النتوء شن هو الاحتكاك يكون فيه طبقتين من الأرض يتسمى تكتونيك بليت تضغط على بعضها ووحدة منهم ترتفع والتانية تقعد تنزل في اللوطة فيكونوا هذا التكوين الجبلي وهذا يكون فيه اتجاهان يعني متضاد ضيني تطلع واحدة منهم وتنزل واحدة تانية وتكون تعريجاته إلى آخره وهذا طبعا يصير رهما ملايين للسنين مش حاجة تصير يعني نحضرها قدامنا ولا حاجة ولو كان بعضها نقدر نشوفوه قدامنا وشافوه الجيولوجيين وفسروا من خلالها وهذا يكون غالبا واضح حتى هو بأن تكون مثلا زاوية الجبل والواحدة متاعها حادة بحيث هذه الطبقة التي تطلعت تكون زوايا حادة وهذا حقيقة ليس في الجبل لا يوجد منه هلبة ولو كان فيه بعضه لكن ليس هلبة في الجبل وفي هطاب جبل النفوسة هي النوع الثالث النوع من البروز هذا اللي يطلع من باطن الأرض بسبب الضغوطات اللي صارت في باطن الأرض هي تطلع قطعة من الأرض وهذا أنا أعرفوها لماذا؟ يعني الضغوطات هذه الداخلية في الأرض كيف أنا أعرفوها؟ لو نجوبوا لو نشوفوا مثلا السلسلة متاع الهضاب متاع جبل نفوسها تكون متدرجة وغالبا الزوايا متاعها مش حادة مش قلنا هداك بسبب تطلع تكون زاوية حادة جبل نفوسها زوايا متاعها يعني خمسة درجات في أغلب الأحيان وكأننا نشوفوا الطرق جبل وكأننا يكتبوا لك زاوية ثلاثين درجة إلى آخر بس ثلاثين درجة في الطريق لكن في الأرض نفسها ما توصلش ولهذا الطبقات لما نكونوا ماشيين في الجبل نشوفوا فيها زاويتها ما تفوتش خمسة درجات ستة درجات في أقصى حد ثلاثين درجة زي ما قلنا وهذا في بعض الحالات هذا بالضبط اللي صار في جبل نفوسها صار نوتو ولو تتأملوا معاي تشوفوا أن الأراضي منتاع جبل نفوسها ما تمشيش فجأة جبل على فكرة هذا اللي يخليه إنه هو هضبة ما يمشيش مثلا منطقة جبلية بعدين سهل هيك مباشرة لا تمشي بالتدريج 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 فنلقوا مثلا من ناحية قابس من الغرب والخمس من الشرق مستحيل أن تكون نقطة البروز الأولى في هذه المناطق علاش أن هي أكثر مناطق انخفاضا يعني مثلا لو نشوفوا غير المقاسات في دهيبة مثلا اللي في الحدود الليبية نلقوا الارتفاع حوالي 320 متر بسا على سطح الأرض على سطح البحر عفوا وقبلها جهة قابس منخفض عليها أكثر هيكي بشكل مرحوض لكن لما نجو مناطق زي يفرن وككلا نلقوا يفرن مثلا ترتفع على سطح البحر حوالي 715 متر يفرن ترتفع على سطح البحر 715 متر نلقوا ككلا اللي بجنبي يفرن ما زال أعلى منها ترتفع 805 متر على سطح البحر بينما نالوت اللي قريب على دهيبة 640 بس يعني يبدأ الجبل من الشرق ومن الغرب يرتفع 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 على عن منعله نوصل لأعلى نقاط اللي هي في غريان وفي ككلا قلنا ككلا 805 متر يعني فاهمين معايتا وشن هو اللي بنوصل له ان الارتفاع في المنطقة هذي بدي في منطقة اللي هي الأعلى اليوم مع الوقت صارت هي القمة الأعلى والمناطق الثانية بشوية بشوية تدريجين حتى هي بدأت ترتفع بس الاعتفاع والضغط الأعلى كان في الوسط وهذه هي أعلى قمة في الجبل اللي صار عليها الضغط اللي قلنا من باطن عرض لكن البراكين زي ما قلنا تكون أعلى نقطة فيها هي آخر نقطة صبت عكس لأن البراكين تطلع من البرة وتزيد تصب فآخر صبت هي أعلى نقطة فيها وهذا مش موضوع المهم مرتفعات نفسها بدت بدون شك في وسطها من نواحي ككلة وآخر يعني آخر مرتفعات لها وأعلى مرتفعات لها هي الأكتر آآ انخفاضا آخر منطقة ارتفعت فيها هي الأكتر انخفاضا وهذا العلاج وببساطة الخطوط اللي تبان بسبب عامل التعريع زي الإنجراف والريح والماء والأمطار وغيرها تبين طبقات الأرض غالبا من خفضات إلا ما تبانش إلا بعملية الحفر العميق ونلقوها لما يبدأ جبل في الارتفاع نبدوها تطلع تدريجيا يعني وتميل طبعا زي ما قلنا للتصطيح في أعلى الجبل وهذا خل المناطق في أعلى الجبل مسطحة وقابلة للمعيشة مثل نواحي مثلا فصاته تقدر تمد عيونك متاعك لكيلومترات طويلة والأرض مسطحة كأنك في جفارة وتشوفي إمكانات تولي ونجوه للظاهر كلها منطقة مسطحة وهي أهم المناطق الزراعية طبعا الجبل عبر التاريخ وهدي وعليه فكرة طبعا الجبل راهو عرضه في أقصى حد خمسة وعشر كيلومتر يعني متوسطة متاعها فيها أكتر وفيها أقل ولكن زي ما بنشوفه انخفض وتكسر وتغير مع الوقت ولكن تاريخيا كان أعرض بهلبة من هكي وكان في حقبة مغلة في القدم أعرضها أعرض بهلبة من هذه هذا العرض معليش هنا بسطت هلبة لأن الجولويوشا مش مقصودة في حديثنا هذا يعني هنا مش مقصود باش نعطوا درس جيولوجي لكن بنعرفوا فكرة عامة بس بعدين فيه عامل تاني في تشكيل الهضاب هو المية وعامل التاريخ الجبل كان تعرفوا كيف نعطيكم مثال على الصورة هذه اللي بنوري لكم توا لو أي واحد فيكم مشيلي حافة الجبل هادي وفي شتيه توا ما نحن في شتيه بر وفي حافة الجبل وشوفوا بعد ما تصب لمطر حيشوف انجيراف ولو بسيطة للتربة والرشاد من نحوه الجبل وكركب رشادات معاه وغالبا الرشاد هدي يكون طبعا متخنش بزي ما قلنا وما زال ما تعدلش وهادي اللي قلناها في الأول شان صار للرشادة تخيلوا معاي هذا الانجيراف اللي صار في الجبل بشوية بشوية مشياخد قطعة من الأرض وشوية ويسيح بيها وينزل بيها لطا هاديك الأرض تخيلوا معا يعني في كل شتيه يصير زي هيكي من ملايين السنين عام بعد عام وموسم بعد موسم يصير هذا مرات تنزل لمطر وبعدين تقعد مدة طويلة المنطقة تكون مطيرة هلبة وهذا اللي بابنجوه اللي بنتكلمه على الضيناصرات وغيرها ان المنطقة كانت زاخرة جدا بالنباتات والأشجار الضخمة وغيرها وغيرها لكن مع الوقت أصبحت المنطقة هذي كلها جافة وجدت فترة ولد فيها جافة ولد فترة تانية ولد عامرة وفيها أمطار ويناخره كل ما تنزل وتسيح هذه كالتربة الطينية تكون طبقة وتركب عليها مرة تانية لما يجي المد متاع البحر وتدير طبقة تانية جيرية وتجيب عليها طبقة تانية متاع المطر الحلوة وهكذا هذه التدرجات اللي تشوفوها في الجبل هذه هي الأصل متاعها هي الانجيراف هذا اللي صام من الجبل بعد النتوء الأول وقعدت تنزل وتجرف من الجبل وتجرف من الجبل وتنزل وتكون في الطبقة هذه واحدة واحدة بعد التانية وهكي نكتشفوا الطبقات اللي نشوفو فيها في حواشي الجبل وهذه غالبا لتشكل الألوان اللي تشوفو فيها وعلى فكرة تكون طبقة جبسية جيرية وغيرها زي ما قلنا بسبب الماء المالح وهي اللي نشوفوها غالبا في الأسبل وفوقها طبقة ثانية وهي اللي لقينا فيها الضيناسور اللي يرجع لخمسة وستين مليون سنة وهذا بنجوف في وقتها في حلقة تانية طبعا خلي نولوا للجبل لأنه مقصود في حد ذاتها والله كنت بنتكلم على كل التكوينات اللي تبان لك وانت طالع من الشليوني طبقة فوق طبقة وهي تسميات المعروفة في كتب الجغرافية زي كيلسنا لوت وتكون شكشوك وطين ككلا المهم التسميات مش مهمة هببا ولكن لقيت أنها هي صلب الموضوع فنبي مش هي من صلب الموضوع عفوا وخليكم معا كتاب جغرافيا جبل نفسه لجين دوبواء اللي طبعناه في مؤسسة توالت التقافية هذا الكتاب مهم جدا ننصحكم بقريتة اللي بيتوسع هلبة في تكوينات جبل نفسه يحكيكم بالضبط كل تكوين كيف صار وكيف الحاجات هذه كلها لو تبقوا تعرفوا أكثر عن تكوينات جبل نفسه طيب هني تبرز حاجة مهمة وهي الموارد الطبيعية اللي أعطاها ربي للجبل عموما للجبل عموما حقيقة وجبل نفسه خصوصا نلقوا مثلا محاجر مقاطع شيمينت شرشور جبس قزة وغيرها على فكرة في جبل نفسه كان الإيطاليين حاولوا يستخرجوا الحديد من الجبل والحديد موجودة مثل التربة الحمرة 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 هلبية هي عبارة عن حديد راهو متفتفة هلبها ومختلط بالرملة وهذا موضوع نخلوه للجيولوجين يشرحوها أكثر فالحديد هذا كانوا يبقوا يستفيدوا منه الإيطاليين زمان هو والفضة وغيرها لكن تخريجه صعب جدا ويحتاج مواد هلبية باش أنك أنت تجمع وتزلع منه حديد مرة تانية وصهرة وهي الأخرية ولهذا تتخلوا على الفكرة هذه متاع الحديد ولكن فيه دراسات على الموضوع هذا وفيه دول تستخدم فيه وربما لما ينقص الحديد في العالم وربما نرجع لها الطريقة هذه في استخراج المواد هادية المهم تحتوي يعني الأرض من كل هذه المواد وتنشهر كل منطقة في جبال على فكرة بحاجة من هذه الحاجات يعني الأرض وطبقاتها متكدسة عليها أشياء زي ما نشوفه في الصور اللي هو جدودنا مثلا كشفوا عليه الطبقات الطباشرية هادي وليمستون هادي وعرفوا أن الجبس والجير عندهم خاصية التصلب بعد ما يتجففوا ويديروا فكوش وبعدين يدقوهم وبعدين يرفعوهم للمناطق اللي يبنوا فيهم وهذا اللي غالبا أبيض يكون ونعمائي للرمادي وعلى فكرة الناسنا مؤخرا لما بيديروا صيانة لمناطق في الجبل يديروا فيها عن الحاجات هادي به والله يعني نلقو الطين والله نتذكر ونصغير نمشو للخشة بتاع تيفرن ونلقو أنواع طين ملونة بشكل ما تلقاش حتى في الأسواق اللي تبيع في الصلصال هذك الملون وهني يجي دور يعني اكتشاف هذه الأشياء واستخدامها في الصناعات واستخدامها في الحاجات هادي كلها عريتي حل هني يجي دور الأراضي الصالحة للزراعة من غيرها وهني تجي وظيفتها هني كبشر في استخلال باطن الأرض لإسعاد ما بظاهرها زي ما يقولوا وبجديات المدرجات اللي داروهم جدودنا كانت بسبب قصاوة الأرض وهني نتذكر مقالة قالها الفرنسي بنقولها بمعناها لأنه مش حافظها غوتيي في كتاب ماضي شمال أفريقي وهذا منشور في توال تلقوا كتاب مهم جداً فيما معناه أن المجهود اللي يبدلوا فيه البربر يقصد به الأمازيغ في الزراعة واستصلاح الأراضي لو بدلنا ربعها في فرنسا لحولناها لجنة ولكن سرعان ما تبدد جهودهم وتتذمر بحلول الشتاء القادم وينجيرها في الأرض من جديد يعني يديروا جدودنا المدرجاتي يديروا الكاترة ويديروا كل شيء تجيل انطر من جديد وتجرف أغلبها ويعود يديروا هذا من جديد باش يستصلحوا الأرض والأرض الجديدة المستصلحة تولي من جبل تقعد تعرك من جبل وتنزل للوطاء الطربة الحمراء هذه وغيرها المهم هذا حنولو له بالتفصيل في حلقة الزراعة في جبل نفوسة وطرقها التقليدية بنديروا حلقة في موضوع هذا هنا من دمهني بصلت هنا دعوني نعلن عليه اسم الفائز الفائزة في الحلقة اللي فاتت دعوني نرى الواقع هي فائزة ومش فائز هدى محمد هدى محمد والتي يبدو انها من اموهاغ وجايزتك يا هدى هي كتب المؤسسة التوالد التقافية مع نسخ من الكوميك وهذه نبعتها ليك بمجرمة التصل بنا وعلي فكرة اللي تفرجوا للحلقة اللي فاتت أكتر من 500 شخص واللي اشتركوا في القناة جدد أكتر من 200 شخص واللي علقوا 75 واللي داروا لايك 170 شخص وديروا تعليقات وديروا لايك وديروا حلقة هدى لعلكم تفوزوا المرة الفائز الجاية بجائزة من جوائز تاوالد اللي بنغيره ونشكله في الأنواع متاعها به خلي نولوا ومعليش أمر جانبي من عيوب التعليم الموحد في دول التخلف متاعنا ان الطالب يقعد يمشي للمدرسة ويتعلم في حاجهات ما لهاش علاقة بالتعليم أو المحيطة متاعها اللي هو فيه يتعلم حاجات ما يستفيدش منها في حياته اليومية او نعطيكم مثال اكتركم يعرفها هي ديمة تتكلموا عليه مش فيه حصر الاجتماعيات نقروا في حرب داحس والغبراء عنطر بن شداد ويحفظوا بنا بالسيف المعلقات وغيرها وهذا خلق جيل لا علاقة له بمجتمع متاعه أدبيا بتاتا نفس الشي في المواد العلمية نقروا في ظواهر تكوين الجزر ونقروا في مواد كيموية وغيرها طبعا مع اهميتها لكنها لا تفيدك في محيطك بها ما تلقاش من يجيبك في الجغرافيا وغيرها من المواد اللي يقرنها يطلع الطالب من المدرسة ويعرف ان اللي قاله للمدرس هو هذا اللي يشوف فيه في البرة قدامه يطلع الطالب للأسف الشديد أمي زي ما خش لأنه ما فيش من سهل عليه فهم محيطة من خلال تفسيرات علمية مبسطة يخليه يفكر ويتماعن في الطبيعة اللي حواليه يعني مش معقولة نعيشوا فوق هذا الجبل لقرون وما نعرفوا عليه شيء والطالب يتعلم طبعا بالفضول التعليم اللي عندنا يخلق في أميين مهما تحصوا من معدلات وشهادات حبارة عن ناس أخدوا الكتب حفظوهم واخدوا معدل عالي وتخرجوا يعني هذا التعليم يخليناش نحممه في المحيطة متاعنا مش معقولة باش نبني حوشي يعني اليوم نراجف بلوكي جيني من الساحل مع تكوينات ساحلية بعيدة على البيئة الجبل وبعدين نقعد نقول البني غالي الشي نسماه صقع إلى آخره بعدين نقول البني زي ما قلناه غالي والجو مصقع وهذا البلوكي صقع وهذا ما كداه معناها الغلاء في السكن والمعيشة واللي يترتب عليه تأخر الزواج وتكوين أسر يعني العالم كلها مرتبطة ببعض عراه هذه الأشياء كلها مرتبطة ببعض عراه ما تتوقعش أنك أنت بتجيب لي تعليم يخص منطقة تانية بتعلمني به باش نخلق جيل يفكر ويدير فرق أفكار مبتكرة للمنطقة بعلم مغترب عليه ما ليش علاقة بالبيئة بتاعها المهم هذه نقطة بنبع لها نبين نقول أن في الجبل فيه مواد تستخرج منه من عقود من عقود في مواد تستخرج من الجبل لكن فيش حد يفكر فيها أنا يتوى لما منمشي قدب جبل يفرين في الشديوني أنت وطلعين في تاقربوست مثلا فيه مصنع يطلع في الشيمنت ويوزع فيه في الساحة ليهم عقود وما يحصلوا أهل الجبل منه غر الريح والغربرة الدقيقة هذه وفساد الأرض طبعا بسبب الأتربة يعني المنتهية الدقة هذه وفيه مصنع طبعا جبس مقاعدة عشر شور رملة واللي كلها مواد للبناء وزي ما قلنا وما عليناش لكن يجب أن تعوض المنطقة زي ما هو متعارف عليه في أكثر الدول تخلفا بأن تنشئ الشركات هذه مجتمعة أو فرادة بنضال الناس لازم الناس هم يطالبوا بهذا الشيء بإنشاء صندوق عمومي زي ما قلنا يدعم مشاريع تنموية في المنطقة نفسها من تخديم السكان نفسهم في المصانع ومنها بناء مكتبات مستشفيات متاحف حدائق عامة هذا إلى جانب اختياء اتخاذهم كل الحيطة باش متوصلش مواد السامة للناس يعني رعهم يطلعوا في ملايين من أراضيكم والعقود طويلة فالبلديات في الجبل تبت دير خدمة بعيدة المدى لآلها لازم تفرض مثل هذه الشروط لأي مصنع بيفتح في المنطقة واللي فات حتى هو يعوض عليه زي ما هو متعارف عليه زي ما قلنا في أكثر دول العالم تخلفهم وهذا على فكرة ينطبق حتى على النفط اللي اكتشفوه مؤخرا في جبل نفسه فيجب أن يديروا حلاجاتها هذه على ذكرى على ذكر المتاحف هنا يجي مهمة مفروض على عاطق المتعلمين منا يكونونا متحف يعوض التعليم اللي لا علاقة له بالمحيط بحيث يفسروا الظواهر الطبيعية رشاد أنواعها يسموها يبينوها للناس شن الاستخدامات متاعها تجيب لي السيليكا وتجيب لي بجنبها تشب وتقول لي هادي جاية من هادي تجيب لي مش عارف رخامة وتجيب لي لوحة أصلية وتقول لي راور رخامة تجي من هادي تجيب لي شي منت وتوري للطريقة اللي تصنعت به تجيب لي جيلة يعني كل هذه الأشياء في متحف بحيث أولادنا لما يطلعوا من المدرسة يجووا للمتحف هذا يعرفوا البيئة متاعهم حتى ولما قلوا عاش في المواد التعليمية معانين من الناس اللي ينادوا بالمواد التعليمية الجهوية بحيث تكون مرتبطة بالمنطقة اللي هما فيها والله يا ناس زرت الهند واشتغلت في مشروع صغير لبناء مدارس في أحد القرى قسما بالله مدرسة كاملة شفتها يبنت قدامي بالطين والتبن والله حتى في شكلها من أروع ما يكون يعني حتى جدودنا زماننا مبنوا بالجبس عفوا وزوجوا بالجير الجبل كله وبالرشاد في المناطق المحيطة بيهم وهذا طبعا بنجوهم في حلقة العمارة يعني المهم بنقول لكم أن يجب الاستفاد من مواد هادي ويجب التوقف عن هدر البلاد وهدر الطبيعة وهدر كل شيء اللي صار فيه جبل بسبب هذا الانفصال اللي صارنا احنا عن معرفة الجبل امتعد هنا بنوقف ونحب بنشكر كل الاخوة اللي بعتوا بصور بعضها بنوريه توه ووريته توه وبعضها بنجوه في وقته في حلقات جاية أكتر طبعا من بعض الصور هو الأستاذ القدير والنشط أخونا أحمد عسكر مدير مسحة الأتار في لالوت اللي حتستفيدوا منه هلبة ومن خبرته في الحلقات الجاية وخصوصا حلقة الديناصورات في جبل نفوسة وحتى الحيوانات المنقرضة ونحب نشكر من ككل الأخ محمد ميلود الككلي ليرسالها الصور والأخ مروان العموري من ككل أيضا واللي حنستفيدوا من فيديوهاته أو صوره في حلقة مصادر مياه في جبل نفوسة وطبعا أهم ساعدني بمعلومات جيولوجية مبسطة الأخ سيفاوت شاكرين من جادو وهو إنسان متخصص في الجيولوجيا وعنده حضور بارز في كل أرجاع الجبل وإلى حلقة أخرى إن شاء الله شكرا لكم